تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله برقيات عزاء وموسى من كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة صاحب السمو الملكية الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله سائلين المولى تعالى يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته كما تلقى خادم الحرمين الشريفين رعاه الله برقيات عزاء مماثلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وتلقى خادم الحرمين الشريفين أيده الله برقيات عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكمي أم القوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكمي عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي حاكمي أو نائبي حاكمي عجمان